اشتركوا في القناة لكم دائما. انت الان لو تخطيت حاجز مجموعة البرامج المكتبية او عائلة اوفيس وذهبت لأي برنامج اخر يعني انت حابب انك تزيد في مهارتك فتوجهت الى برنامج فوتوشوب اي برامج من عائلة او غير عائلة او سواها اي برنامج اختصاصي اخر فرح تتعامل مع كل الواجهات باللغة الانجليزية. فابدأ صح وانتقل صح وطور مهارتك اساسا في هذه البرامج وفي واجهات اللغة الانجليزية وتعلم مصطلحات اللغة الانجليزية. عدا عن ذلك بيئة الكمبيوتر مصممة حتى تتشتغل حتى والما بتعرف لا عربي ولا انجليزي لانت عملك بتعامل مع اوامر كلها مصورة. على العموم انا ان شاء الله رح ابدو القصارى الجهد وانطالت معنا المدة زمنية بالفيديو. وزاد علي العناء. رح اقدم الفيديوهات بالواجهتين العربية والانجليزية لحتى ارضي كل الاطراف. فانا جدا مهتم باقدم شيء لائق بالجميع ان شاء الله. وما اشعر اي حد فيكم انه هو عنده غصة باتجاه قناة تعلمكم او باتجاه احمد صالح. بلقائنا اليوم بمهارة بسيطة كيف نطلع النص بطريقة جدا احترافية وجميلة. خلنا ناخد وجهة نظر ولف جميلة على مهارتنا اليوم. فنبدأ مباشرة يا اصدقائي باستعراض هذه المهارة اني انا اجعل النص والحروف مضاءة وملونة باكثر من لون. طيب كيف نحن يعني نصمم هذا العرض الجميل سواء كان قسم لمشروع او عندك استراحة معينة او عنوان لأي سلايد انت رح تفوت عليه لأي قسم. ممكن انك تزين لطلابك وجمهورك شرائح احترافية بنصوص ملونة بألوان جدا جميلة وايضا مع الحركة. بداية النص المراد تنسيقه هو اي صناعة المحتوى الاحترافي في برنامج باوربوينت رح نقدمه بمظهر جدا جميل وجديد مع انه هو عبارة عن نص. خلني اتوجه الى نيو سلايد اي شريحة جديدة وخلني اتوجه الى انسيرت ومن شف رح اختار اداة المستطيل طبعا وبنكر مع السحب لحتى نرسم مستطيل بقدر مساحة الشريحة كاملة. بختار لهذا المستطيل يكون عنديها بدون خط اطار وتعبئة تكون عنديها بلون اسود. الان راح نحدد النصوص الموجودة وبختار وبجي بعمل بهذا المكان. خلني اللونة باللون الابيض مشان تكون هي واضحة لالكرو. لان انا بحدد المستطيل بضغط مفتاح الشيفت وبحدد النص الاول ومن ثم النص التاني. ونتوجه الى الشيب ومن دمج الاشكال نجي بنختار طرح. فما نلاحز الان او لاحز معي الان هذا المستطيل اصبح معي متفرغ بالاحرف. يعني تمام? صار في عندي بهذا التقاطع وهذا الطرح. انا اطرحت من المستطيل هذه او مواضع الاحرف فاصبح معي يعني مفرغ تماما. كنترول زيد وكنترول زيد. الان احنا بعد بقبل هذه العملية راح نبدأ برسم الالوان. راح اتوجه الى انسيرت شيبس اللي هي اشكال. نختار دائرة او شكل بيضاوي. بضغط شيفت وبنكر مع السحب. عشان ارسم دائرة بمساحة معينة. بختار لها بدون اطار رسم بنقرب اليمين. وبتوجه الى الفورمات شيب. تمام. وباجي الان انا بختار اي لون بحبني ابدأ فيه ولكن عندي مثلا هذا اللون. ومن التأثيرات في عندي او هي الحواف الناعمة. خلني اختار اضيق شيء. بنحرك رسمتنا الى مكان معين وليكن على هذا المكان. بضغط كنترول زائد دي عشان اعمل تكرار منها وبغير فقط اللون. نبدأ الان باختيار الالوان. وليكن عندي مسلا هذا اللون. بعد جاء بختار كنترول زائد دي او بنقر على الكونترول او بضغط على الكونترول وبنقر مع السحب. ومنغير اللون الى اللون الاصفر. تمام? بضغط كنترول وبنقر مع السحب ومنغير اللون. فيك تشتغل انت وتعتمد اي الوان على بالك. بس لكن احنا لو نكتر مجموعة الالوان شوي. الموضوع بيطل جميل جدا. بنقر مع السحب. حتى انا احدد كل الدوائر. وبعمل منها يعني بضغط على من الكيبورد. او اني انقر باليمين. ومن بنختار اصبحوا معي شكل واحد. الان بتوجه الى قائمة اللي هي الحركات. وبنعطيه تأثير حركة. هي حركة اللولب. شايفين هذه الحركة اللولب? طيب بنقر عليها لمرة واحدة. الان برجع بحدد على الشكل كامل او اللي هو كامل. وبختار منه تكرار. تمام? بسحب الى موضع تاني. وبعمل وليكن استدارا. تمام? برجع بختار كنترول زائد دي. وبعمل استدارا. بغير فقط في المواضع. وبحول الى انا انشر يعني هذه الرسمات. واكرر لها مرة تانية ومرة تالتي ومرة ربعة. لحتى نغطي كل النصوص الموجودة. وبعمل انيكاسات مشان انا ما يكون عندي الاضاءة كلها مرتبة بمكان واحد. انما هي عبارة عن اضاءة مباثرة. تمام? انصح التعبير باذا الشكل. كمان كنترول زائد دي. بنسخها لهون. وكونترول زائد دي. بنحركها للاسفل. مش على النص التحت تاني. تمام? خلني اعمل. وبحرك الجزء التاني لهون. وبعمل انعكاس. تمام? تمام? لحتى نضمن تقريبا انه انا يعني اتغطت معي المساحة اللي راح تحرك عليها النص. اللي راح تحرك عليها النص اتغطت بالكامل. تمام? يمكن ربما يكون في عندي مساحة هون. بعد ما اعمل تكرار لكل هذه الجروبات. انتم شايفين الرسمية اصبحت. مش جميلة ابدا. خليكن معي شوي نركز على ميت محنة. الان يا اصدقائي راح نفعل البندل الخاص بجزء الحركة. وقوم بتحديد كل التأثيرات لكل الجروبات نحن قمنا بتكرارها. تمام. لان احنا كررنا الجروب كامل مع التأثير اللي طبقنا عليه. بختار لكل هذه التأثيرات تكون مع السابق. وتكون بمدة زمنية طويلة ولكن عبارة عن خمسة او ستة سانية. مدة زمنية طويلة. انقر باليمين. وبتوجه الى. وبجعل بدء وانهاء يعني ليس متجانس بجعلهم صفر. والتايمينج او التكرار بنخليها مسلا حتى نهاية الشريحة. وبنعطي اوكي. فلو شغلنا من البداية راح نشوف انه في عندي مناطق من الاحرف يعني بعدت عنها الالوان. بامكاننا نحن نتحكم بهذا الموضوع بتكرار اي يعني انا بس اي اعمل له كنترول زائد دي مرة تانية. تمام? ونكرر فقط لغير. وكنترول مع دي. تمام? لحتى نضمن انه ما يزار عندي اي شيء. فلو شغلنا الان. راح نشوف الموضوع نوعا ما باصبح جميل. الان كل شيء ما طلوب لنا راح نحدد المستطيل الاسود هاد. المستطيل. يلي نحن لسمناه في البداية وبتوجه الى ومنعطيه احضار الى المقدمة. يعني الالوان راح تكون بالخلف تماما. ولما راح نشغل شريحتنا راح تكون بهذه الجمالية والاناقة واللطافة. وجمالية البواربوينت بصراحة انا انا استمتع. انا صدقا استمتع لما احصل على فكرة جديدة في برنامج بواربوينت. خلنا نتوجه الى الواجهة باللغة عربية. ونرجع نطبق نفس الادوات ونفس الافكار مرة تانية يا احباب. السلام عليكم مرة تانية. اهلا بكم يا احباب. متل ما انا شايفين نحن الان بواجهة البواربوينت باللغة العربية. واحترامي لكم جدا كبير. طبعا انا حبيت اتشكر وراحت عن بالي بداية في بداية هذا الفيديو. اني كنت الفز احد الكلمات خاطئة لاني انا مش مختصة لغة انجليزية. واساسا انا يعني بدأت بدراستي بالدراسة الحرة من يعني اولى دراستي فكنت بعيدا عن اللغة الانجليزية. الى ان بدأت بالدراسات الاكاديمية المتقدمة في الجامعات. ولا زالت معضلة اللغة الانجليزية موجودة معنا. فتحيتي للسيدة ياسمين اللي قالت لي انه اه كلمة هي محازاة تلفز وليست وانا كنت بالفز حرف جيم. فاعتزر وكل الشكر لياسمين. طيب الان خلني ابدأ بشريحة جديدة. ونبدأ من الصفر تماما يا اصدقاء. متل ما حكيت بتوجه الى ادراج. ومن اشكال بنختار المستطيل. وبنكر مع السحب لارس المستطيل بقدر مساحة الشريحة بالضبط. ومن اطار الشكل بختار الالو بدون اطار. والتعبئة اخترناها باللون الاسود. رح ناخد نصوص كاملات. كنترول زائد اي. وكنترول زائد سيم. طبعا تبسغل خط عربي خط انجليزي. يلي برايحك ما عندك اي مشكلة. رح نغير لون الخط الى اللون الابيض. تمام. الان احنا رح نحدد ايش? المستطيل اول شيء. اضغط احدد النص الاول ونص التاني. من تنسيق الشكل ومن دمج الاشكال رح نختار عندي الطرح. رح نشوف انه تم طرح من الشكل ايش? النصوص. يلي هي موجودة على الشريحة. ممتاز. الان رح اتوجه الى ادراج من اشكال بنختار شكل بيضاوي. بضغط وبنقر مع السحب لارسم دائرة بمساحة معينة. تمام. بختار لهذه الدائرة تكون عنديها بدون اطار. والتعبئة تكون عندي باحد الالوان. بنقر باليمين على شكل الدائري وبتوجه الى تنسيق الاشكال. في عندي من التأثيرات او من خيارات الاشكال. في عندي شيء اسمه الحواف الناعمة. بجي بختار اخر واحد اللي هو فيه تدرج يعني من نسبة الخمسين نقطة الى الحواف متل ما عشان يعطيني ايش? الاضاءة بيمكنك تحكم انت حتى بالحجم من هذا المكان ما عندك مشكلة فيه. بضع في مكان معين. وليكن. وبضغط مع الكنترول وبنقر مع السحب والان بغير اللون فقط لاغير. بجي للون التعبئة وبنختار لون اخر. بضغط وبنقر مع السحب. وبرجع بختار لون اخر وليكن عندي هذا اللون. بضغط كنترول وبسحب يعني بعمل تكرار. ونغير بالوان التعبئة فقط لغير يا اصدقاء. اختر اي عوائل لونية. انت ملك مضطرب حتى بهذه العيلة بيمكنك تجيب يعني اي من اي موقع تاخد عوائل لونية معينة وتشتغل عليها. لكن احنا عم نحكي عن فكرة الاضاءة واستثمار هذه الاشكال البسيطة بجمالية معينة. وتكون معي اه وتعطيني اه فينا نقول نحن الوان للاحرف. تعطيني اضاءات لمعاني الاحرف بطريقة جدا رائعة. طيب بعد ما اخذنا يبدو انا في عندي اللون الاحمر مقصر معه شوي. دخلني اختار هذا اللون جميل. بعد ما انتهيت بقوم بيعني اعادة تموضع الاشكال كلها قريبة على بعضها البعض. واللي يكون معي بهذا الشكل. الان بنقر مع السحب. لاحز معي. بنقر مع السحب لاجل احدد كل هذه الدوائر مع بعضها البعض. وبنقر باليمين ومختار من تجميع. شو بنختار? تجميع. اصبحوا معي كتلة واحدة متل ما انا شايفين. وراح نتوجه الان الى قائمة الحركات. وبنعطي اضافة حركة تسمى حركة اللولة باول حلقات. متل ما انا شايفين بالضبط. بعد ما قمنا باضافة الحركة برجع بنقر على الجروب كامل. وبكرر الجروب. بكرره مرة تانية وتالتة وربعة. بس بعمل شوية التفافات. تمام? عشان يكون الاضواء ما تكون بنفس النسق يعني. فانت غير بنعكاساتهم. اه غير في تموضعهم بالطريقة بحيث انه يعني ما تباني متل ما حكيت انه هي عبارة عن ايش? عبارة عن ازرار او انارات او الوان متقاربة على رد المعين ونسق معين. نضلك كل ما تعيد غير فقط فقط لا غير. فنحن بنضل بنعيد هذه الاشكال باي طريقة بتناسبك لكن فقط انه نحن نضمن آآ عدم وجود النص انه يخرج معنا اسناء الحركة. ربما بالجزء اليساري يكون في عندي شيء مفقود. ربما يعني نكثف موضوع الدوائر شوي. فما عندك مشكلة ايضا بالموضوع. ومتل ما حكيت انا شريحتنا اصبحت معرفة نوعا ما. الان بجي بختار المستطيل. المستطيل اللي هو الاسود اللي هو بالخلف. طيب ازا ما تحدد معاك. تمام? بامكانك وبيكون بساطة اما تزيح. تزيح يعني احد الرسمات. او تتوجه الى قائمة التنسيق الاشكال. وفي عندي شيء اسمهم جزء التحديد. منفعله. منزل للاسفل. اسفل شيء. اخر شيء جزء التحديد. عندي هو الشكل الحر. الموجود بالخلف اللي هو العبارة على المستطيل. ويحتضن ايش? الكلمات. وبجي بختار احضار الى المقدمة عشان يكون معنا في المقدمة بالضبط. الان بنرجع الى حركات ومنفعل جزء الحركة. ومنحدد كل التأثيرات الحركية لكل المجموعات. بعطي بداية التأثيرات تكون عندي اياه مع السابق. بنسبة تأخير خمسة او ستة او سبعة. الموضوع اللي بناسبك. وبنقر باليمين. وبتوجه الى خيارات التأثير. وبجعل البدء والانهاء المتجنس قيمتهم صفر والتوقيت. وبالتكرار يكون عندي حتى نهاية الشريحة. ونختار اوكي. فلو شغلنا الان شريحتنا رح نشوف عرض للنصوص بطريقة جدا جميلة ومبهرة بصراحة بامكانيات هذا البرنامج رائع. واتمنى ان شاء الله اكون دائما بحاول ان اقدم افكار بتليق فيكم في مجتمعنا الطيب في قناة عالمكم. فلا تنسوني التكرم من التفاعل والدعم. وتجزو عني كل خير. والقاكم على خير. وادمتم في نهاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة